اشتركوا في القناة دولة اسرائيل مملكة اسبانيا جمهورية السنغال وجمهورية سنغافورة وتم الاعلان عنه في دولة الامارات العربية المتحدة في فبراير عام 2017 ويتخذ من ابو ظبي مقرا لامانته العامة وهو بمثابة منتدا لتبادل الخبرات ونشر افضل الممارسات واسس ووسائل التدريب على الصعيد الشرطي ومواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للقارات وفي كلمته خلال الاجتماع اعرب معالي وزير الداخلي عن شكره لسمو شيخ سيف بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة مرحبا في الوقت ذاته بالدول الاعضاء التي انضمت مؤخرا للتحالف واشاد معالي الوزير ببرامج التعاون القيمة التي تم عرضها مثمنا كذلك المقترحات الخاصة بالاطار الزمني للعامين 2021 2022 والتي سيكون لها دور مهم في تعزيز الامن المشترك والتعاون المثمر للدول الاعضاء في التحالف واستعرض معالي الوزير مخاطر التطرف وسعي عناصره نحو تحقيق اهدافهم باساليب متنوعة ما بين الاجراءات الاعلامية والسياسية والتحريض على استخدام العنف محذرا من افعال هذه الجماعات وليس فقط ما تقوله خاصة وان لديهم اساليبهم في تقديم انفسهم لوسائل الاعلام الدولية والمنظمات غير الحكومية على انهم مسالمون ومعتدلون في حين ان هذه الصورة ليست الا مجرد غطاء لانشطتهم وطموحاتهم الحقيقية هذا وقد تم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لتعزيز السبل الكفيلة بتبادل التجارب والخبرات بما يسهم في توحيد جهود مجابهة التهديدات الامنية ووضع الاستراتيجيات المشتركة لمكافحة الجريمة في اطار بنية شرطية عالمية لمكافحة التهديدات الامنية المستقبلية حيث تم التطرق الى عدد من المجالات في هذا الشأن من بينها مواجهة التطرف في المراحل الاولية والتدريب في مكافحة غسل الاموال والجرائم الالكترونية بجانب تطبيقات الطائرات المسيرة للانشطة الاجرامية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة